اشتركوا في القناة القمر طبعا موجود في الميزان ورح ينتقل للعقرب رح يكون في منزلة الكليل وهي المنزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا رح يكون في خلوه مسار خلوه المسار هذا مستمر رح يكون مستمر من الساعة 12.49 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية ما بعد الحلقة لغاية الساعة 10.16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بعد منتصف الليل يعني بتوقيت الأردن الساعة 1.16 دقيقة بعد منتصف الليل هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار وبما انه القمر رح يستقر الساعة 10.16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش في برج العقرب معناة التأثيرات اللي رح تكون علينا في الأيام القادمة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا منحبه بشدة أو منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا جيدا لأننا يعني ممكن أنه ننفجر في من حولنا تحت وطأ الضغط عاطفي أو إحباط عاطفي بوسعنا شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت يعني هاي الفترة بتكون متركزة على هاي الأمور كلها اللي احنا ذكرناها وتأثيرها بكون على جميع الأبرج أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل فهي أول زاوية رح تكون متشكلة هي ساعة عشرة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وزحل من واجه مصاعب وعراقية اللي بتطلب مننا أن نبذل جهد اللي نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما الزاوية التي تليها وهي رح تكون صباحا هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وأورانوس رح تكون في تمام الساعة خمسة وتسع دقائق بتوقيت جرينيتش صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منه ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما الزاوية التي تليها هي زاوية بين القمر والمريخ وبرضو رح تكون في الصباح رح تكون في تمام الساعة ستة وأربعين دقيقة صباحا بخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فبنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب وبما أن القمر رح يكون في العقرب يعني كله المسار القادم رح يكون يوم عشرة أربعة رح يكون في تمام الساعة سبعة وأربعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة مساء يعني تقريب الساعة لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل بدر يعني متناقص الآن عمره خمسة عشر يوم في تمام الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره ستعشر يوم نسبة الإضاءة بتقل بصير تقريبا بحدود الخمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تسعة عشر أربعة المزاج منتحس القمر في الميزان والعقرب حتى عشر أربعة المزاج منتحس عطارد في الحوت حتى يوم 11 أربعة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة خمسة مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبطون في الحوت حتى ثلاثة عشرين ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد إبلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين أربعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا القمر انتقل الآن للبيت الثامن لا إلك يعني تحرك من مقابلك درجة فعشان هيك ثم فرصة لمكسب مالي مصدره شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريبة لكم بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد كون حريص على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع أو اتخاذ قرار بالنسبة للبيت الأول اليوم أحسن من الأيام الماضية يعني بتحس بعد منتصف الليل أنه الأمور تحسنت عندك نفسيتك صار فيها نوع من أنواع التحسن يعني مش التحسن الخارق ولكن أنه بصير شوي الجو إيجابي عندك بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية بطريقة ممتازة ويمكن أنك أنت تكون عندك بعض الحيوية أو بعض النشاط خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور على البيت الثاني فيها نوع من أنواع الضغط يعني هي إجمالا نقدر نحكي روتينية لا إيجابي ولا سلبي على حسب الوضع اللي أنت فيه ولكن أنه فيه نوع من أنواع الضغط رح يكون في بعض المصاريف أو بعض المتطلبات والمشتريات أو أشياء العلاقة بالفوترة يعني بدها كمان يومين لحديث ما ينتقل القمر ويصير موجود بالقوس بتصير فيه بعض الإنفرجات على مستوى الوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني شبه نقول فيه نوع من أنواع الاتصال الجيد سرعة البديهة العالية ممكن تناقش وممكن تقدم امتحانات أو يكون عندك نوع من أنواع الدراسي خلال هذا النهار الاهتمام بالاتصالات والمواصلات أو الأجهزة أو أشياء من هذا القبيل ولكن أنه بكون فيه نوع من أنواع الحدية في طباعك أو نوع من أنواع العصبية حاول أنك تتمالك حالك بدون عصبية وانفعال عشان أنه تمشي يعني بطريق أحسن وبرضو تكسب من تواجد القمر في البيت الثامن أما بالنسبة للبيت الرابع فشايف أنا فيه نوع من أنواع الضغط بيكون على مستوى البيت إما مع أحد أشخاص العائلة أو الأبناء ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر أو ممكن يكون نقاش في موضوع ما عجبك ما أجهى على مزاجك ما كان بالشكل اللي بدك إياه فالثوره تم فعل على مستوى البيت إجمالا فيه نوع من أنواع الحدية ممكن يكون فيه أعطال أو اهتمام بصيانة أو ترتيبات منزلية أو مشتريات أو نواقص أو أشياء من الاهتمامات اللي بيكون فيها نوع من أنواع الجهد حاول أهم إش إنه ما يصير فيه تباعد ما بينك وبين أفراد العائلة وخلي دائما في حل الوسط أو نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس طبعا ضغط عليك عاطفيا فممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر في العلاقات العاطفية أو مع الحبيب نوع من أنواع العصبية أو ردات الفعل حاول إنك تمسك عصابك قدر الإمكان وحاول إنك توصل لنقطة تلاقي في منكم ممكن يسمع خبر أو شيء يتسرب عن الحبيب أو تصرف للحبيب خاطئ أو ممكن إنه يكون شيء مزعد جدا فهذا يثير عصبيتك حاول إنك تتمالك نفسك أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل يعني اليوم اللي عندهم عمل أو اللي على رأس عملهم بقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم عندهم اهتمام كثير في أمور إلها علاقة إما بمشاريع جديدة أو أفكار جديدة أو يعني طموحات أو أشياء من هذا القبيل على مستوى العمل يعني بكون الوضع إجمالا جيد بكل شيء يتعلق في مجالات العمل حتى في الدول اللي مفتوحة والناس اللي بتقدر تقدم على وظائف برضو ممكن هذا اليوم يستغله بشكل إيجابي أما بالنسبة للوضع الصحي فشايف شوي في نوع من أنواع التقلب على المستوى الصحي حاول إنك تراعي وضعك الصحي أو ممكن تهتم بصحة قريب لا إلك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني الأمور بدناش نقول جيدة وبدناش نقول سلبية ونقول إنه الوضع روتيني فتعاملك مع الزوج أو الزوجة بيكون روتيني ما فيها الحميمية العالية ولا في الفتور أو البرود العالي فعشان هيك بتتعامل على حسب الوضع اللي أنت فيه أو على حسب طبيعة العلاقة اللي بتجمعك ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني بتنشط اليوم في أمور إلها علاقة بالاتصالات وخصوصا الاتصالات الخارجية إما مع أشخاص خارج البلاد أو أنه أنت بتهتم بأشخاص معينين للتفقد أو الإطمئنان عليهم في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بسفر أو رحلات أو أشياء من هذا القبيل مش شرط إنها تكون في نفس اليوم ممكن للفترة القادمة ممكن تواصل على هذا الموضوع ممكن التحدث بهذا الموضوع على إنه خلص مثلا بس تفرج الأمور أنا رح أسافر ورح آجي يعني إنه بدأت تحركات التحركات الداخلية للتفكير بأمور السفر بتصير تبدأ من الآن تظهر على الساحة حتى نهاية الشهر يعني كل نهاية الشهر رح يكون فيه اهتمام بهذا المواضيع ممكن الإطلاع على ثقافة معينة أو على حضارة معينة أو الاهتمام بموضوع العلاقة بلغة جديدة أو بمؤسس التعليمية أو ممكن يكون فيه اهتمام بالدراسة والامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني برضو يعني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي بتنجزوا أعمالك بالطريقة اللي أنتو بتشوفوها مناسبة أو بالروتين اللي أنتو معتادين عليه أما بالنسبة للبيت 11 فهو بيعمل نوع من أنواعي الحدية في التعامل مع بعض الأصدقاء ممكن أنك تمل من صديق أو تحاول تتهرب من صديق أو يكون فيه نوع من أنواع الأخبار السيئة بتصرف صديق لا إلك فعشان هيك الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التحدي أو تصلب في الرأي في التعامل مع المحيطين أو ممكن فرض الرأي على أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فبشوف أنا أنه شوي فيه نوع من أنواع الضغط على بيت المتاعب ولكن مش هالضغط الكبير يعني بتحاول أنك أنت تنجز الأعمال تشعر بتوعكات أو بارتخاء في الأيام هاي وبتحاول أنك بدك تنام بدك ترتاح بدك أشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يشعر بتوعكات صحية عابرة بس أنه هو يهتم في صحته وراحته وغذاءه والأمور إن شاء الله بتمشي بشكل جيد برج الثور طبعا القمر الآن صار مقابلكم مباشرة فعشان هيك بتحسوا بالفترة هاي بدوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع السلبية أو عدم الطاقة على إنجاز أي شيء لأن حكينا إحنا القمر لما بيكون بالمقابل بيكون متعب صحيح بعض شوية إيجابية ولكن إنه تعبوا بيكون أكثر من راحته بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكتكم خلال اليومين القادمات حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك ما تعصب ما تنفعل لا تعرض لقاءاتك للفشل بسبب الحدية وتصلب الآراء ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو بالقهر أو ناس تأمرت عليك أو انضغطت أو شيء من هذا القبيل أهم إش إنك ما تيأس وكون صبور يعني حاول إنك أنت تتمالك نفسك قدر الإمكان لعلك إنك تحقق شيء جيد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول تقريبا يعني ما بدنا نقول قوي جدا ولكن إنه برضو في نوع من أنواع الإيجابية يعني بتلاقي شخصيتك شوي أحسن بتقدر تتحكم فيها بتقدر تطلع من جو العصبية والحدية عندك ثقة بنفسك عالية ولكن الغالب عليك نوع من أنواع الملل أو هيك مش حابب الوضع اللي أنت فيه حابب تعمل تغيير الروتين بالنسبة لإلاقات الجدا أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني في بوادر إلها علاقة في أمور إلها بتتعلق في أمور المال ممكن إنك تسعى لأمور لتحصيل بعض الأموال اللي بتتعود لك أو رواتب أو أمور إلها علاقة ببعض الدفعات المساعدة يعني فيه اهتمامات على هذا المستوى بتكون جيدة لو بادرت فيها خلال هذا الأيام فيه منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالمشتريات أو بأمور إلها علاقة ببعض المستلزمات أهم شيء تحاولوا تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو إجمالا يعني بيكون فيه نوع من أنواع الإيجابية على مستوى التنقلات والاتصالات والتواصل سرعة البديهة نشاط فكري وذهني عالي جدا فيه منك بيحث أبنائهم على الدراسة أو على التعليم أو بيحاول أنهم يساعدوهم في هذا الأمر فيه منك بيهتم بمطالعة أو بنوع من أنواع الدراسة أو الاتصالات الكثيرة بالفترة وأشخاص بتشتغل على موضوع الاتصالات والمواصلات يعني اتصالات خارجية أو داخلية بتكون بكثافة عالية وفي نفس اللحظة بيكون فيه أنواع من الحركة والتنقلات يعني نوع من النشاط أما بالنسبة للبيت الرابع البيت الرابع يعني على مستوى البيت شايفه أنا يعني روتيني شيئا ما إلا أنه بيغلب عليه بعض أنواع الحدية في الطباع فعشان هيك ممكن مزاجك ما يستقبل أي موضوع أو يستفز من تقصير الأطراف اللي حواليك بعدم استيعابك أو عدم التفاهم معك فبتحتد وبتعصب حاول أنك تمسك عصابة قدر الإمكان وتجمع وتلاقي وتعمل نقطة تلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة في منك ممكن يهتم بصحة أحد المقربين لإلوك أما بالنسبة للبيت الخامس عاطفيا الأمور جيدة يعني في نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين الحبيب ممكن تكثر الاتصالات أو يغلب عليك نوع من أنواع النشاط بالتواصل مع الأحبة أو ممكن يصلك خبر جيد اليوم يسعدك من حبيب أو من عزيز على قلبك في نوع من أنواع اللقاء أو الاجتماع الخاص اللي بيكون بينك وبين أحد الأبناء يا أما أنت بتساعده يا أما هو بساعدك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أستوى الأعمال اللي على رأس عملهم اليوم بقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم وفي منهم بنشط بأمور إلها علاقة إما بتطوير عمل أو ابتكار شيء له علاقة بالعمل أو بتوكله عمل جديد خلال هذا النهار في منكم رح يهتم بأمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن يعني جيد شيئا ما يعني في نوع من أنواع الأمور اللي إلها علاقة بأشياء قديمة ممكن أنك أنت تذكر شغلي معينة أو تحتاج لشيء قديم كان عندك أو ممتلق قديم فتدور عليه ما تلاقي أو يكون فيه شيء مثلا تفقده أو ممكن أنك أنت مثلا تدور بين أغراضك على أساس أنك أنت تلاقي شيء قديم ذكرى تحفي صورة أشياء من هذا المنطلق وفي منكم رح يهتم بأمور إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني إما أنه اتصالات لتحصيل الأموال أو المطالبة بالديون أو ممكن قرض أو مساعدة يعني على كل هاي الأنواع وفي منكم رح يهتم في أمور قانونية مثل ضريبة أو مؤسسات حكومية مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه جيد اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية أو المؤسسات التعليمية أو التنقلات النشاط بالحركة في منكم ممكن يهتم بأشخاص خارج البلاد للإطمئنان عليهم أو التواصل معهم أو للبحث بمسألة بتتعلق في المستقبل ممكن تتعلق في أمر العلاقة بالسفر أو الاستفسار عن موضوع من هذا القبيل في منكم رح يهتم بلغة جديدة أو بثقافة جديدة أو رح يركز فترة هاي على دراسة موضوع إله علاقة بالفلسفة بالدين بالأمور المتعلقة بهاي الأشياء أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني بيت السمعة ما في أي تأثيرات حاول تستغل الفترة هاي إيجابيا لأنه رح يجيك يومين فيها ضغط على بيت السمعة حاول أنك ما تدخل بأي مواجهات أو بأي مخالفات قانونية أو بأي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف فيه توتر بعلاقة أو بصداقة وممكن أنك تتهرب من التواصل مع بعض الأصدقاء أو بعض المعارف أو ممكن أنك تزعل أو تأخذ على بالك من تصرف أحد الأصدقاء الخاطئ يعني بيكون خاطئ بحقك فأنت تأخذ على بالك وممكن أنك أنت تواجهه بالمسألة هاي أو ممكن أنك أنت تقاطعه أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني عشان هيك بتقدر تنجز كثير من أعمالك خلال هذا النهار ما في لا كلل ولا ملل عندك بتركز على الأولويات في منك رح يراقب غذاءه وتغذيته فيتاميناته أشياء ممكن مشروبات صحية أعشاب أشياء من هذا القبيل وفي منك رح يهتم أو يجي خبر بتعلق بأحد المعارف يزعجه شوي برج الجوزاء طبعا القمر الآن انتقل بمرحلة إحنا بنسميها المقابلة فعشان هيك يوصر في البيت السادس لإلكم بيت العمل والصحة فهاي الفترة يعني بمر عليك تقريبا أسبوع بكون في نوع من أنواع الضغط عشان هيك نقول لكم انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة لا تسمح لأي شيء أو لأي أحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشر الخبراء لا تتشبث برأيك استمع لأراء الآخرين بهدوء وروية لا تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو في معاملة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه اليوم النفسية بدأت تتراجع شوي فبيغلب عليك نوع من أنواع الحدية أو العصبية في الطباع أو أنه نوع من أنواع التمرد على الروتين أو على الأشياء الرتيبة بدك تغيير بدك إشي يغير الوضع اللي أنت فيه أو الجو اللي أنت فيه فعشان هيك ممكن هذا اللي يقلب مزاجك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن بيغلب عليها نوع من أنواع الالتزامات الكثيرة أو المتطلبات المالية أو المصاريف أو المشتريات أو الاهتمام بقروض وديون وأشياء من هذا القبيل حاول أنك أنت تمسك حالك من المصاريف ورتب أمورك بعقلانية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات ولكن بيغلب عليك نوع من أنواع تسرع فعشان هيكي بدك تدير بالك إذا أنت من الأشخاص اللي بتطلع بره البيت أو عندك حركة حاول لأنك أنت تنتبه لحركتك على أساس أنه أنت ما تتسبب بإصابات أو تأذي نفسك حاول أنه أنت يعني صحيح أنه ذهنك نشط جداً ممكن تتواصل مع أي حد وتقنع أي حد بوجهة نظرك ممكن تهتم بالنقاشات أو بالجدالات ولكن الاهتمام الكامل كله بيشيه علاقة بالاتصالات والمواصلات فحاول أنك أنت بس تمسك حالك من التسرع أمورك بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع البيت الرابع على مستوى البيت الأمور يعني شيئاً ما مستقرة في نوع من أنواع التفاهم على مستوى البيت يعني ممكن تهتم بأمور الهلاقة بصيانة تصليحات ترتيبات أو اهتمامات منزلية نوعاً ما فيها مشتريات أو بعض الالتزامات العائلية في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين العائلة أو مسألة تطرح عليك بسبب مشكلة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد عاطفياً ما زالت الأمور ولكن مش بأوجي اليومين اللي مضوا في نوع من أنواع التواصل مع الحبيب ولكن في نوع من أنواع الفتور في التواصل هذا إما أنه المزاجية هي اللي بتتغلب عليك أو نوع من أنواع اللي حابب أنك تعمل تغيير أو بدك تغيير معين أو بدك الأمور تمشي بالشكل اللي أنت بدك إياه مش بالشكل اللي بده إياه الحبيب يعني الحبيب بحاول يفرض عليك شيء معين أنت بترفضه ممكن معنوياً نفسياً كلمات معينة أسلوب كلام معين هذا الإشي اللي بيغلب عليك لا تحاول أنك أنت تراهن بحضوظك في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني شوي على مستوى الشراكي الأمور فيها نوع من أنواع الهدوء ما فيه أي إشي لا إيجابي ولا سلبي تواصلك جيد مع الحبيب أو مع الشريك فيه أمور بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن يعني بضغطك مالياً أكثر خصوصاً الأموال المشتركة ممكن يكون فيه نوع من أنواع البوادر اللي إلها علاقة ببعض الدفع أو بعض الديون أو المستردات أو أشياء إلها علاقة بقرض أو مساعدة تيجي تظهر على الساحة أو أنت تطرق الباب لتحصيل بعض الديون أو أنك أنت تطلب دين حتى في منك ورح يهتم بشؤون إلها علاقة بدوائر حكومية مثل ضريبة وتأمينه وضمان وأشياء من هذا القبيل نوع من أنواع المساعدات المالية أو مستردات أما بالنسبة للبيت التاسع فبيحذرك من نوع العصبي اللي موجودة عندك وردات الفعل بالتواصل مع الأشخاص وخصوصاً أشخاص خارج البلاد أو أشخاص في مؤسسة تعليمية أو زملائك بالدراسة أو تتسرع حتى في إجابتك أو نقاشاتك الدراسية حاول أنك أنت تمسك عصابك وما تتسرع تروى وتأكد من إجابتك اللي عنده امتحان أو عنده دراسة في خلال الأيام هاي بده يركز بشكل جيد ويدرس بشكل منيح ما يعتمد على الحضوض نهائياً في منكم ممكن ينشط باتصال خارجي وممكن يسمع خبر من الخارج يكون شوي في نوع من أنواع الإزعاج أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف بيت السمعة شوي على المحك فعشان هيك يدير بالك من أي تصرف ممكن يشوه سمعتك أو ممكن يفتح مشاكل أو يعمل مشاكل ما بينك وبين جهات قانونية أو مخالفات أو مجازفات أو مغامرات ممكن تنحسب عليك بشكل سلبي يعني بمعنى آخر أي شيء بشوه السمعة حاول أنك أنت تبعد عنه أما بالنسبة للأشخاص اللي على رأس عملهم إياكم والتأخر عن دوامكم أو تعمل نوع من أنواع المشاكل أو المجادلات ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الصداقات والعلاقات العامة برضو في نوع من أنواع الحدية فعشان هيك ممكن تحتد وتعصب من تصرف أحد الأصدقاء أو كلمة أو إفشاء سر أو شيء بزعجك فأنت تحتد وتعصب ممكن الأمر يكون مزاجي وممكن الأمر يكون ردة فعل سريعة ممكن بعض الأصدقاء بحاول أنه يسيطر عليك بالفترة هاي أو يفرض رأيه عليك فهذا الإشي رح يستفزك وممكن أنك أنت بتبادر لطلب المساعدة أو التواصل مع شخص من الأصدقاء ولكن أنه هو برفض التواصل معك أو برفض طلبك فعشان هيك أنت بتعصب في هذا الموضوع أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب شيئا ما روتيني ما فيه شيء إيجابي أو سلبي عشان هيك بتهتم بالفترة هاي بإنجاز الأعمال الروتينية أو بتهتم بشيء معين بين إيديك أنت بتحاول أنك تنجزه بالفترة هاي في منك رح يهتم بأعمال مهمة في منك رح يهتم بأمور العلاقة بالشأن الصحي في أشخاص رح تهتم بأمور العلاقة بالعشاب أو بداية أخذ مكملات غذائية أو مراقبة صحته أشياء من هذا القبيل أدوي وما أدوي أشياء من هذا القبيل ولكن ديروا بالك من الوساوس برج السرطان طبعا القمر الآن صار في البريد الخامس لإلكم وهذا يعتبر أفضل فترة خلال هذا الشهر لأنه هذا بيت الحظ والعاطفة وفعشان هيك يبدعمكم بشكل إيجابي فبتتشتازوا يوم أو يومين اليوم وبكرة فترة إيجابية بتبعث على البهج والانشراح ما رح يتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً ممكن تنجح بمفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أنت مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة مسائل وممكن يصير فيه عندك رغبة عالية جداً بالتواصل والاتصالات مع محيطك بالنسبة للبيت الأول يعني نقدر نحكي أنه اليوم أنت نفسيتك أحسن مشحون بطاقة عالية جداً وحيوية عالية جداً نوع من المرح والإنبساط موجود وغالب عليك خلال هذا النهار فعشان هيكي اليوم نقدر نعتبره إيجابي بنسبة 70% خصوصاً على المستوى النفسي أما بالنسبة إلى البيت الثاني فمنشوف الأمور على المستوى المالي يعني فيها نوع من أنواع الضغط أو المصاريف أو المطالبات المالية أو التزامات كثيرة ممكن مشتريات أشياء من هذا القبيل فبترتب أمورك المالية خلال هذا النهار ولكن حاول أنك أنت تحذر من المصاريف أما بالنسبة إلى البيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات فممكن تتواصل مع أشخاص كاتصال أو كلقاء أو كمشوار أو أشياء من هذا القبيل بالنقاشات برضو جيد اليوم سرعة بديهاتك عالية جدا تقدر تناقش بحرية وحيوية عندك رغبة إما بالاطلاع على موضوع معين أو دراسة موضوع معين في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات يعني سيارات أو تلفونات أو كمبيوترات يعني فيه عندك نشاط عالي جدا خلال هذا النهار فيه نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار ورح يكون إن شاء الله إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيعزز العلاقات العائلية أو التقارب العائلي بشكل كبير فعشان هيك بتلاقي اليوم فيه نوع من أنواع التفاهم العائلي فيه ممكن يجد عليك بعض الأمور اللي إلها علاقة إما بالترتيبات أو بالصيانة أو بالمشتريات البيتية أو الاهتمام بمسألة عائلية أو أمور إلها علاقة بأشياء أفراد العائلة موضوع معين إيش بتعلق في الآباء شغلات من هذا النوع ولكن إجمالا هو رح يكون على مستوى البيت شيئا ما إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فعشان هيك اليوم تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منكم وفيه منكم ممكن يهتم بمشروع جديد أو فكرة جديدة أو يفكر أنه كيف بده يحسن الوضع تبعه ووضع الأعمال أو يتواصل عن موضوع عمل معين يعني إجمالا رح يكون الأمر جيد في كل الأمور اللي إلها العقاب العمل أهم شيء أنه حاول أنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي ولكن مش جيد بالقوة الهائلة لكن في نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين الشريك ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب أو التشاور في مسألة معينة أو حتى لقاء ودي بيجمعك مع شريك العاطفي أو شريك المال بتتفاهمه على مسألة معينة أو بتحطه خطط للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط شوي على المستوى المالي وخصوصا الأموال المشتركة إما بمطالبات أو التزامات أو أشياء لها علاقة بسداد بعض الديون أو فوترة فعشانك رح تهتم في مسألة من المسائل هاي أو كل المسائل هاي حاول بس أنك أنت ترتبها بشكل إيجابي وتقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف البيت التاسع شوي بضغط عليكم ولكن مش بسلبية يعني بتكثر عندكم الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن أنك أنت تتفاهم مع شخص معين أو تتفق معه على مسألة معينة أو ينطرح موضوع العلاقة بسفر مستقبري ممكن تهتم بلغة جديدة أو بثقافة جديدة أو تدرس موضوع أو يكون عندك دراسة أو امتحانات بالفترة هاي فتركز عليها بشكل كبير حاول أنك ما تعتمد على الحظوظ وادرس بشكل واضح في منكم ممكن يسمع خبر في ساعات الصباح يكون مزعج شوي خصوصا من الخارج أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو نقدر نحكي يعني روتيني على مستوى بيت السمعة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حاول أنك أنت تستغل هذا اليوم بشيء بإيجابية لأنه في الأيام القادمة رح يكون فيه نوع من أنواع الضغط على بيت السمعة لمدة يومين أو ثلاثة فعشان هيكي حاول أنك قدر الإمكان أنك أنت في خلال الفترة هاي عشان ما تكونش بداية لمشكلة على مستوى السمعة حاول أنك أنت تنتبه من اليوم خصوصا في أمور فيها مشاحنات مخالفات قوانين مجازفات مغامرات تلفظ في أمور ممكن تعملك نوع من أنواع المسائلات حاول أنك أنت تنجز أعمالك المطلوبة منك بدون مواجهات لا مع زملائك ولا رؤسائك بالعمل وخصوصا اللي على رأس عملهم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيعمل نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين أحد الأصدقاء ولكن برضو بالمقابل رح تشعر بالملل أو الضيق من شخص معين أو من قريب من الأصدقاء في تعامله أو تصرفه أو كلماته فتتهرب منه ما تحب تناقشه أو تحكي معاه أو حتى ممكن أنه يتصرف تصرف فيغضبك الفترة هاي فيكون لك ردة فعل عصبية خصوصا اليوم بس فحاول قدر الإمكان ما تنفعل ولا تعصب أما بالنسبة لبيتك 12 فهو روتيني على كل المستويات لا إيجابي ولا سلبي قلال هذا النهار فعشان هيك بتكون الأمور يعني إنجاز بعض الأعمال أو الفروض أو الأشياء المطلوبة منك بتحاول أنك تراقب صحتك ما ممكن تخلد للراحة أكثر من مرة خلال هذا النهار يعني يكون فيه نوع من أنواع الكسل ولكن اللي بحذرك منه اللي هي راقب نوعية الغذاء اللي أنت بتأخذه عشان ما يصير فيه نوع من أنواع الأشياء أو العراض الجانبية لنوعية الأكل وفي نفس اللحظة فيه منكم راح يهتم بأمور إلها علاقة بالأعشاب أو المكملات الغذائية أو أشياء إلها علاقة برفع المناعة أو الجهاز المناعي وأشياء هذة أهم شيء أنه ديروا بالكم من الوسوس ما تتوسوسوا بالمرض ما تتوسوسوا بأشياء يعني ممكن تأثر على نفسيتكم برج الأسد يعني الآن القمر في البيت الرابع عمل تربيع معاكم فعشان هيك تنهمكم في إدخال تعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنه أو يميل لأفراد العائلة أو لمد يد العون لهم ممكن تدخل فترة مواجهة مع الحبيب أو مع أفراد العائلة الفترة فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالمشتريات أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصيانة والترتيبات طبعا بالنسبة للبيت الأول بما أنه البيت الأول بيعمل تربيع مع القمر فعشان هيك شوي نفسيتك اليوم بتكون متقلبة فيه نوع من أنواع التوتر أو الحدية في الطباع أو نوع من أنواع التقلب في مزاجك لحظات بتكون جيد لحظات مزاجك ممتاز لحظات بتكون متنكد يعني في بعض الخربطة موجودة عندك على مستوى الشخصي والنفسي فعشان هيك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي أن الأمور هاي تسيطر عليك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني ففي نوع من أنواع الدعم المالي ممكن تجيك على شكل تعويض أو مساعدة أو هبة أو استرداد لبعض الحقوق لا إلك أو ممكن تهتم بشؤون مالية مثل فوترة أو ديون أو أشياء من هذا القبيل أهم إشي أنك تحاول أنك تقلل من مشترياتك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات بتعزز أشياء إيجابية ممكن اليوم يكون فرصة للتواصل أو إقنع أشخاص بوجهة نظرك بغلب عليك النشاط والحركة خلال هذا النهار والرغبة باتصالات كثيرة أو تتلقى اتصالات أو تواصل مع أشخاص يعني اليوم تقريبا حافل بالحركة والنشاط والاتصالات في منكم ممكن يهتم بأمور الهلاقة بالكمبيوتر أو بالهواتف أو بأجهزة إلكترونية أهم إشي اللي عنده امتحان أو عنده دراسة بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني على المستوى العاطفي الأمور جيدة يعني في نوع من أنواع التواصل الإيجابي ما بينك وبين الحبيب ممكن يكون في بعض التلاقي ولكن أنه بيغلب عليك نوع من أنواع المزاجية أو الحساسية من تصرف الحبيب ممكن أنه ما يشعر معاك أو ما يحس فيك أو بالوضع اللي أنت موجود فيه فهذا شوي يأثر على نفسيتك حاول قدر الإمكان أنك ما تترك النفسية أنها تسيطر عليك وحاول أنك أنت تكون يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية في التعامل أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد بيدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل فاللي على رأس عملهم اليوم بينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم وفيه منهم ممكن يبتكر عمل معين أو يدخل في إطار عمل معين ويحقق إنجازات رائعة خلال هذا النهار منكم الأشخاص اللي في البيوت ممكن يفكر في مسألة إلها علاقة بعمل إضافي أو أمور إلها علاقة بتحسين الوضع من خلال عمل جديد يعني برضو بتدعمه بشكل إيجابي وفيه منكم ممكن يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار على مستوى الشراكة ولكن بيعمل نوع من أنواعي الحدية في التعامل ممكن يصير فيه نوع من سوء التفاهم أو المواجهة أو النقاش الحادمة بينك وبين الشريك إما لعدم تفاهمه لظروفك أو إنه هو بيبادر لشيء لمصلحته على حساب مصلحتك أنت فهذا الإشي ممكن يذائقك وممكن يعمل لك ردة الفعل سلبية حاول إنك تمسك حالة قدر الإمكان وخلي فيه نوع من أنواعي التفاهم بهدوء بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو شوي بيأثر عليك بمستوى أو بنقطة يعني إلها علاقة بالأموال المشتركة إما أنك أنت بتحاول أنك تطلب مساعدة أو ديون أو ممكن أنه نوع من أنواع الدعم يجيك خلال هذا النهار لمساعدة الوضع اللي أنت فيه ممكن يتبادر بمسألة إلها علاقة بالدوائر الحكومية مثل مؤسسة، ضريبة، تأمين، مستردات، أشياء من هذا القبيل وفيه منكم ممكن يطلب دعم من أشخاص يعني من أصدقائه أو من عارفه أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيتحرك على مستوى الاتصالات الخارجية فعشانك اليوم عندك كثير من التعامل مع أشخاص خارج البلاد أو تهتم باتصالات أو مراسلات خارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد إما الإطمئنان عليهم أو لمد يد العون أو المساعدة فيه منكم رح ينشط بأمور الهلاقة بدراسة أو بحث معين أو ابتكار أسلوب جديد فيه منكم رح يهتم بلغة أو بأشياء الهلاقة بالامتحانات أو بالدراسة أهم شيء أنه بدك نوع من أنواع التفاهم أو عدم الاعتماد على الحظ يعني بدك تتعب شوي عشان تحصل هاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر بدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار على حفاظ على سمعتك فعشان هيك عشان تحافظ على هذا الشيء ما في داعي لأي مجازفة أو مغامرة أو أي شيء يخالف القوانين تقدر تنجز الأعمال مطلوبة منك اليوم بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف الأمور على مستوى العلاقات يعني شوي فيها نوع من أنواع الحدية في الطباع ممكن تصرف أحد الأصدقاء أو يعني بتحس أنه في حد بيستغلك في نقطة معينة فهذا الأشيء رح يأثر على نفسيتك ممكن هو ضغط أنه الأشخاص بتفكر في حالها أكثر ما بتفكر فيك فهذا الأمر ممكن يزعجك فعشان هيك يا أما بتتهرب من اتصال من بعض الأصدقاء أو أنك أنت بتحاول أنك تتحاشى أنك تدخل معهم بمواجهات لأنه يعني في نوع من أنواع الحدية في الطباع فما بدك تكون في ردة فعل قوية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وبتعرف تقسم الأمور المهم والأهم والأشياء اللي هي الفروض اللي بتكون عليك في منكم ممكن يهتم بأمور صحية أو يهتم بأمور إلها علاقة بالتغذية أو الفيتامينات أو أمور إلها علاقة بأحد الأشخاص اللي بيعزوا عليك يا إما خبر يا إما شيء بتعرض له هذا الشخص مرج العذراء بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات ويوم مناسب للخروج إما في نزهة قصيرة أو لتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية الجيدة والحكمة والموضوعية يعني بدعوك بالفترة هاي إنك تتكلم وتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم ممكن ينطلق في حملة ترويجية أو يسمع خبر صار طبعا القمر موجود في البيت الثالث بيت معزز لا إلك فعشان هيك رح يدعمك بشكل إيجابي على المستوى النفسي وعلى المستوى الشخصي فبتلاقي نفسيتك اليوم أحسن وعندك قابلية كبيرة للتفاوض أو التواصل مع أشخاص تحل بعض المسائل يعني عندك ثقة عالية بنفسك بالنسبة للبيت الثاني شايف الأمور أنا جيد على المستوى المالي فممكن اليوم إما تبتكر إشي جديد أو تدخل في مشروع يتحصل من خلال بعض الأموال أو ممكن يجيك بعض الدعم أو ترتب أمور الهلاقة بالفوترة أو المشتريات يعني على هذا النطاق فبس إنه حاول إنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع يعني أنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت في نوع من أنواع التفاهم أو التناغم ما بينك وبين أفراد العائلة نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين العائلة بين الإخوة بين الجيران بين الأبناء كل هالأمور بتدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار إذا استغلتها في منك رحيتم بأمور إلا علاقة ببعض الصيانة أو المشتريات أو الالتزامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الفتور يعني بتتعامل بشكل روتيني مع الحبيب ما فيها الشيء الإيجابي أو السلبي خلال هذا النهار فعشان هيك لقاءاتك أو اتصالاتك كلها بتكون أو تواصلك مع الحبيب بكون روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فهو بيعزز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من العمال المطلوبة منك خلال هذا النهار وممكن بعضك يبدأ في مرحلة جديدة العلاقة بعمل جديد أو تطوير شيء العلاقة بالعمل أو يهتم بأمور إلها علاقة بالفواتير والحسابات وأشياء من هذا القبيل في منكو ممكن يهتم بأمر أو شاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط عليك بسلبية خلال هذا النهار فعشان هيك شوي بدك تمسك حالك بأثناء التعامل مع الشريك شريك المال أو العاطفة وما تدخل بنقاشات كبيرة أو تحتد أو تعصب لأن الأمر مش محتاج أنك أنت تكبر الأمور يعني خلي في نوع من أنواع التواصل والتلاقي ما بينك وبين شريك المال أو العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو يعني إجمالا في نوع من أنواع السلبية في نوع ترتيب الحسابات أو للديون أو الدفعات أو المستحقات اللي عليك وخصوصا الأموال اللي ما بتعود لك هاي بترهقك كثير خلال هذا النهار فعشان هيك بتحاول أنك ترتبها بطريقة ولكن أنه دير بالك من المخالفات القانونية أو تتلعب في أمور الحسابات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالقضاء أو أوراق قانونية أو أشياء ممكن إنها شوي تدعمك على مستوى الدراسي أو تعامل مع فئة أجنبية ممكن تهتم بحضارة أو ثقافة معينة ويغلب عليك طابع الاتصالات الكثيرة خلال هذا النهار فيه منكو رح يتم أمور دراسية أو علمية أو بحثية يحاول ما يعتمد على الحظوظ ويتعب لحديث ما يحصل نتائج جيدة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة بيحذرك بشكل كبير خلال هذا النهار من أي مجازفات أو مخالفات قانونية لأنه هذا الاشي رح يفتح لك باب تشويش ممكن يسبب لك شيء غلط أو يشوه سمعتك أو يدخلك بمواجهة مع رجال القانون عشان هيك ما في داعي لمخالفات ولا المجازفات ولا مخالفة القوانين ولا تدخل بأي عمل مشبوه وحاول إنك ما تتأخر عن عملك وإنجز العمال المطلوب منك بدون مواجهة مع زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم علاقاتك فعشان هيك اليوم بيكون في نوع من أنواع التواصل مع بعض الأصدقاء أو بعض المعارف بيساعدوك في مسألة معينة ممكن تتشاور معهم ممكن تحل مسألة عالقة ممكن يكون في نوع من أنواع التفاهم النسبي ممكن يصل لك خبر اليوم شوي يعني ها يكون يا أما إنه بزعجك كثير يا أما بطمئنك كثير أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو نقدر نحكي روتيني ما في أي شيء لا سلبي ولا إيجابي عشان هيك بتقدر تنجز كثير من العمال المطلوبة منك وممكن تهتم بشأن صحي أو نوع من أنواع التغذية أو المكملات الغذائية راعي وضعك الصحي بشكل جيد من خوفا من المفاجآت أو الأشياء اللي ممكن تظهر على الساحة بطريقة غير متوقعة حاول تحمي حالك من أعداء أو من أشخاص بتآمروا عليك بالخفاء برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بكون على الأغلب من عمل إضافي في هاي الفترة يعني ممكن تكون حافلة بالأعمال والمسؤوليات حاول أنك تتفائل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسطى ولطف الأجواء وحسن علاقتك وانشغاله على الصعيد المالي يعني القمر موجود في بيتك الثاني بيت المال فعشان هيك يبدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيا اليوم أنت أحسن في نوع من أنواع التحسن الفكري عندك الرغبة بعمل شيء جديد في نشاط أحسن من الأيام اللي مضت الضغط اللي كان أو كنت شاعر فيه خلال الأيام الماضية اليوم ببلش يتبدد أو ببلش ينتهي بشكل إيجابي وقوي ولمصلحتك يعني بتحس في ثقة عالية اليوم بالنفس أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على أمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات وعندك سرعة أو قدرة على إقناع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار يعني سرعة البديهة عندك عالية جدا وقدرتك على التواصل مع الأشخاص عالية جدا حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أنك أنت تستغل النقاط كلها في منكم ممكن يهتم بأمور بحثية أو دراسية أو أمور إلها علاقة بالامتحانات في منكم ممكن يهتم بمسائل بتتعلق في التواصل والاتصالات أو أشياء إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية أو التلفونات أو السيارات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت إجمالاً بتقدر تحقق كثير من الأشياء اللي إلها علاقة في المنزل تعبوض الأيام اللي راحت في نوع من أنواع التقارب اللي بجمعك بأفراد العائلة أو اهتمامهم فيك أو ممكن يكون في خبر معين أو تلاقي على نقطة معينة ما بينك وبين أفراد العائلة في اهتمامات منزلية ممكن هي ترتيبات وتصليحات أو صيانة أو مشتريات ولكن إجمالاً الأمور إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط عليك عاطفياً شوي خصوصاً بعلاقتك مع الحبيب في نوع من أنواع التوتر أو العتب أو الزعل من تصرف معين إهماله تقصيره أشياء من هذا القبيل ولكن إجمالاً الأمور يعني بتأخذ بمنحنة الروتيني بالتعامل ولكن حاول أنك تسيطر على عصبيتك وحديتك وما تنفع الكثير وما تعمل نوع من أنواع التوتر بالعلاقة ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل يعني ما بدنا نقول أنه ممتاز كثير ولكن أنه بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار واللي على رأس عملهم أكثر الناس اللي رح ينجزوا خلال هذا النهار أعمالهم وأمورهم ويهتموا بشؤونهم العملية أما الأشخاص اللي في البيت بيعملوا الأعمال المطلوبة منهم فقط لا غير بدون ابتكارات أو إنجازات في منكم ممكن يهتم بملفات أو أوراق أو حسابات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فمنقول أنه شوي في نوع من أنواع الضغط على مستوى الشراكي الشراكي المالي والعاطفي فعشان هيك شوي بيكون الأمر في نوع من أنواع الحدية مع الشريك أو العتب أو الزعل أو المعاتبة أو أشياء من أنواع المواجهة على مسألة معينة سوفهم أو نوع من الحساسية في التعامل حاول قدر الإمكان أن تعمل نقطة تلاقي ما بينكم ما تكبر الفجوة أكثر من هيك يعني إجمالا الأمر بكون روتيني والروتين عدوك في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن يعني ممكن أنك تبادر في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالديون أو تحصيل ديون أو أنت بطلب مساعدة أو دعم من أشخاص معينين خلال هذا النهار يعني الأمور إجمالا فيها نوع من الاهتمام المالي ولكن أهم إشي بدك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية أو الاهتمام بأشخاص خارج البلاد ممكن أنت تتواصل مع بعض الأشخاص أو يكون في عندك مراسلات أو تهتم بأمور العلاقة بالدراسة دراسة لغة جديدة اطلاع على ثقافة جديدة اهتمام بأمور دينية فلسفية من هذا القبيل اللي عندهم امتحان أو دراسة اليوم بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوظ بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة يعني منحكي إنه جيد الأمور دعميتك اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا أعمال كثيرة متطلبة منهم ممكن بالتعاون مع زملائهم أو رؤسائهم للعمل أو ممكن يلفتوا الانتباه لحركتهم بينهم هم نشطين وعندهم قدرة على إنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة لبيت الصداقة بيتك 11 فشوي فيه عتب أو زعل من بعض الأصدقاء أو من صديق معين أما لتقصيره معك بالفترة الماضية أو لعدم اهتمامه أو لتهربه منك فأنت تبادله بالمثل تتهرب منه أو تعاتبه أو حتى أنه أنت تغضب من تصرفاته أما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك منقول لك اليوم أنت مشحون بطاقة عالية وعندك فرصة جيدة للحصول على ميزات هذا النهار فيه منكم ممكن يتلقى خبر يسعده خلال هذا اليوم وممكن يكون فيه اهتمام إما بأعشاب أو مكملات غذائية أو مراقبة الوضع الصحي برج العقرب يعني القمر الآن انتقل لعندكم ما رح يكون على كل موليد برج العقرب يعني الطاقة الكبيرة اللي رح نحكي عنها ولكن أنه اليوم بتلاقيوا نفسيتك أحسن عندكو حيوية أكثر عندكو انجذاب بنجذب لكم الجنس الآخر بادروا في خطوة جديدة من شأنها تدعيم مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك بتستعيد كامل حيويتك بتتلقى جواب بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز أو معاملة بتنطلق بمهمة يعني طال انتظارها يعني ممكن يجيك خبر أو مساعدة أو شيء معين فتفرح كثير جيدة أنك بتدخل أشياء جديدة على حياتك في هذه الفترة يعني فترة بنقدر نحكي إنها مميزة وخصوصا اليوم وبكرة أما بالنسبة للبيت الثاني فالبيت الثاني يعني ممكن يعملك نوع من أنواع التحرك على المستوى المالي إما تحصيل مالي أو ترتيب أمور مالية أو شؤون مالية ممكن تحصل على دعم أو هدية أو جائزة أو نوع من أنواع التكريم في منكو رح يهتم بمشتريات أو بتسوق معين أو بترتيب ميزانيته أهم شيء إنه تقللوا من المصريف الغير مرغوب فيها أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث شوي بيعمل نوع من نوع العصبية يعني ما زالت العصبية موجودة عندك ردات الفعل العصبية موجودة عندك حاول إنك ما تتوتر كثير وما تكون يعني مضغوط حاول إنك هيك ترخي عصابك شوي يتعامل مع الأمور بعقلانية أكثر عندك قدرة جيدة على التواصل والاتصال مع الأشخاص أو مع المحيط ممكن تهتم بأحد الأبناء أو حثه على الدراسة أو مساعدته في مسألة معينة وممكن أنت تهتم باتصالات كثيرة أو مناقشات كثيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط عليك على مستوى البيت ممكن يكون فيه أعطال أو اهتمامات منزلية أو مشتريات أو تسوق أو ترتيبات معينة أو ممكن خلل معين على مستوى البيت يضغطك أمور مثلا أنت مش قادر تسيطر عليها فتلاقي الأمور أنها خلتك تحتد الزيادة وتعصب الزيادة حاول تهدي عصابك شوي وخلي فيه نوع من أنواع التواصل والتراقي ما بينك وبين أفراد العائلة على أساس أنه تمضي الفترة هاي على خير أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شيئا ما إيجابية يعني بتلاقي فيه نوع من أنواع الود في التفاهم مع الحبيب ممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو مسألة معينة تقارب ما بينك وبين الحبيب بشكل جيد خلال هذا النهار يعني الأمور من روتينية لجيدة إجمالا ممكن تهتم بصحة أحد الأبناء أو ممكن تهتم بأحد الأبناء في مسألة معينة وأنت تساعدوا فيها أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل أنت اليوم مش مشحون بالطاقة الكبيرة يعني بظل فيه نوع من أنواع الضغط عليك فعشان هيك ممكن تقصر بإنجاز أعمالك أو أنت تتهاون أو ما يكون عندك رغبة أساسا بإنجاز الأعمال يعني النفسية بتسيطر عليك بشكل كبير ولكن أنه بدك تراقب وضعك الصحي في خلال هذا اليوم أكثر من أمر العمل يعني حاول أنك أنت تريح حالك كثير وتهتم براحتك وبصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو يعني إجمالا بيساعدك في مسألة إلها علاقة مع الشريك المال والعاطفة رغم أنه فيه فطور يعني بشكل روتيني بتتعامل معه ولكن أنه برضو مش فترة سلبية يعني بتتعامل بحساسية ماشية ولكن أنه برضو فيه نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت الثامن فشايف البيت الثامن شوي في بعض التحركات على أمور إلها علاقة بالدعم الدعم المالي أو المساعدات أو تساعد أنت أو ترتب أمور إلها علاقة بالفوترة أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بدوائر حكومية أو مستردات قانونية أو مساعدات تجيك من الخارج فيه ممكن تهتم بديونك وترتبها للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن تهتم بأمور دراسية أو علمية أو بحثية أو يجيك رغبي لحضور فيلم ولكن أنه يعني حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تعتمد على الحضوض إذا كان عندك دراسة أو امتحان وحاول أنك أنت تبدو الجهد عشان أنت تحقق إنجازات أما بالنسبة لبيتك العاشر فعلى مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة شوي ممكن يكون فيه نوع من أنواع تقصير حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين خلال هذا النهار وحاول أنك ما تدخل بأي شيء مشبوه حاول أنك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان لأن الأيام القادمة اليوم وبكرة وبعده فيها ضغط على بيت السمعة فما في داعي لأي مجازفات أما بالنسبة إلى بيتك 11 فهو يضغطك شوي على مستوى العلاقات ولكن الأمور جيدة يعني بالتواصل مع الأصدقاء والمعارف والتفاوض معهم أو الاتمنان على حالهم نوع من أنواع التواصل الاجتماعي ولكن أنه ممكن يصل لك خبر أو موضوع معين بأرقك بتعلق في أحد الأحبة أو أحد الأصدقاء بشغل بالك وبشغل فكرك أما بالنسبة إلى بيت المتاعب فأنا شايف أنه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل مع الأمور بشكل عقلاني ممكن اليوم تحل كثير من المسائل وممكن تهتم لصحتك أكثر ممكن تبادر بشرب بعض الأعشاب أو المكملات الغذائية أو الأكل الغذائي أو أشياء من هذا القبيل برج القوس بتجتازه اليوم بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إلا أن القمر وجوده في بيت المتاعب بضغطك نفسيا بشكل كبير حاول أنك تنجز فقط ما بوسعك من العمل الضروري وحاول أنك أنت تخلد للراحة حاذر من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحضوث قليلة أهم إنك ما تجازف خلال الفترة هاي عشان ما يصير فيه خيبة أمل كبيرة بانتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة أو أشياء مهمة خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف عن مستوى البيت الأول نفسيتك اليوم متقلبة جدا فعشان هيك بتكون ما بين مرتاح ومبسوط ومضغوط وتعبان وبدك تنام وبدك تطلع وبدك تتحرك وبدك تنرفز وبدك تسوي مشكلة يعني متقلب بشكل سريع وكبير جدا خلال هذا النهار حاول أنك تضبط عصابك وتشحن حالك بطاقة إيجابية عشان ما يسيطر هذا الشعور عليه أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على أمور إلها اهتمامات بالأمور المالية ممكن يجيك بعض الدعم أو المساعدة أو أنت تبادر في أمور إلها علاقة بتحسين الوضع المالي أو أمور إلها علاقة بالمشتريات والالتزامات ولكن أهم شيء قلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني شوي بيعمل نوع من أنواع العصبية والحدية في طباعك اليوم أثناء النقاشات فممكن تحتد وتعصب وممكن أفكار سودة ووسوسة وحالة نفسية صعبة تكون عندك فعشانك يحاول تضبط حالك قدر الإمكان ما في داعي للإنفعال والعصبية والتوتر اللي عندهم امتحان أو دراسة بدوا يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وإلي أشخاص اللي من برج القوس اللي بطلعوا من البيوت عندهم حركة يديروا بالهم أثناء القيادة أو أثناء المسير من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على المستوى البيت الرابع روتيني ما في شيء لا إيجابي ولا سلبي فتتعامل بشكل روتيني على مستوى العائلة ومستوى البيت وإدارتك للأمور يعني هي فارغة من الطاقة ولكن أنه أنت بتنجز الأعمال المطلوبة منك بدون حماس كثير وبدون ردات فعل كثيرة ممكن شوي يكون في خبر هيك يوترك العلاقة بالمنزل أو بالبيوت أو بالعقارات أو بأشياء من هذا القبيل ولكن بالمقابل أنت بتقدر تعالجه بسرعة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني ممكن تشعر ببعض المواساة أو بعض التواصل ما بينك وبين الحبيب ولكن أنه مش بالقوة اللي أنت معتاد عليها فعشان هيك خلي فيه نوع من أنواع التقارب واستشيره حاول تتقارب معاه بدون حدية وبدون عصبية عساس صغير فيه تلاقي أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل فيه تقصيرة هائل اليوم فممكن يتراكم عليك العمل وممكن تهمل بعملك أو ما بدك تعمل أي شيء هذا الإشي ممكن يراكم العمل عليك ويعمل لك نوع من أنواع السلبية حاول تراقب وضعك الصحي برضو لبعض التطورات اللي ممكن تيجي على الوضع الصحي من أمراض عابرة ولكن أنه ممكن أنها تتعبك خلال اليومين القادمات أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي ففيه نوع من أنواع الحدية بالتعامل مع الشريك نوع من أنواع العصبية في التعامل يعني فارق أو فاصل كبير بفصل ما بينك وبين الشريك يعني ما فيه تلاقي خلال هذا النهار بينك وبين الشريك فعشان هيك هذا بسبب لك نوع من أنواع الأرق والعصبية لزيادة حاول أنك أنت ما تيأس وما تستسلم للإكتئاب على أساس أنه ما يسيطر عليه خلال اليومين القادمات أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن شوي إيجابي ممكن يدعمك على بعض المسائل المالية المشتركة ممكن اليوم تبادر بمطالبة بمساعدي بدعم مالي ممكن يجيك من خلال شخص بتعرفه أو شريك لا إلك يعني بيسعدك هذا الموضوع أو ممكن يخفف عليك من الضغوطات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فبتنشطه اليوم في نوع من أنواع الاتصالات الخارجية وفي منكم ممكن يهتم بأمور دراسية أو علمية أو امتحانات أو أشياء إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو تواصل قانوني أو راق قانونية أو أشياء من هذا القبيل حاول بس أنك أنت ما تعصب وما تحتد أما بالنسبة إلى بيتك العاشر فهو يعني إجمالا يعني بيت السمعة هذا بيخلي فيه نوع من أنواع الفطور عندك أو التردد أهمش أنك ما تخالف القوانين وما تجازف ما تدخل بأشياء مشبوهة بالفترة هاي ما تحاول أنك تحتد كثير ما تتراخى في إنجاز أعمالك ما تدخل بصدامات أو مواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل الأمر مش متطلب يعني ما بتطلب منك أنك تحتد كثير بالفترة هاي بالعكس إذا تمسك عصابك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى بيت الصداقة ممكن يصير فيه تعاون أو تلاقي ما بينك وبين صديق وممكن تفاهم أو مشهورة أو مساعدة عادة يجيك من صديق معين فهذا ينشي لك شوي أو يخفف الضغط عليك فيه منكم ممكن يجي خبر إما سار أو حزين بيتعلق في أحد المعارف وأما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم إش إنك ما تعمل وحيد في هاي الفترة حاول إنك تتشارك أو يكون فيه نوع من أنواع التشارك بينك وبين أشخاص ثانين حاول إنك تساعد أو إذا طلب منك نوع من أنواع المساعدة يعني نوع من أنواع التعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصدقاء أو الأصحاب وترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر يعني يجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الأول جيدة عن نفسيتك اليوم أحسن ولكن بدك تدير بالك إنه حاول إنك تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك قبل ما يصل القمر للقاوس خلال يومين القدمات فرح يضغطك نفسياً فأي شيء عندك من أعمال حاول تنجزه في هاي الأيام قبل ما يوصل القمر لبيت متاعبك النفسية أحسن مشحون بطاقة إيجابية شوي مرتاح انت اليوم يعني هذا الإشي بدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف إنه في عليك متطلبات أو التزامات كثيرة خلال فترة هاي ممكن بتتراكم الأعمال وبتنشط أنت لتحسين الوضع المالي أو لتأمين دفعات أو لأمور إلها علاقة بالترتيبات المالية هذا أكثر شيء ممكن يشغل فكرك بالفترة هاي على المستوى المالي ممكن تكثر عندك المشتريات أو التسوق أو أشياء إلها علاقة بالمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث يعني إجمالاً في نوع من أنواع التوتر والعصبية والحدية في الطباع فعشان هيك أحاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك بدون انفعال وتوتر ما في داعي لأنك تحتد كثير وتخلق مشاكل يعني الأمور بتمشي بعقلانية إن فكرت أنك أنت تحلها بعقلانية يعني الأمور يعني فيها نوع من أنواع الحدية لكن هي بالإجمال فيها نوع من أنواع الإيجابية إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو شيء العلاقة بالدراسة بتطلب منك بالفترة هاي نوع من أنواع التركيز ما تهمل التركيز على أساس أنه ما تنحسب الأمور عليك بشكل سلبي ما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع على مستوى البيت جيد ممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة لقاء جيد أو اجتماع مهم ممكن يدعم من وضعك مع العالي أو مع الأقارب ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالمشتريات أو صيان العائلة البيتية أو أمور إلها علاقة بأوراق أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي شيئا ما ولكن برضو التحسس والحساسية بغلب عليك خلال هذا النهار بالتعامل مع الحبيب ممكن تتحسس من تصرفه أو تحس أنه قصر بحقك أو أنه مش مهتم بشؤونك هاي الأمور والوساوس والأفكار كلها حاول أنك أنت تطلع منها على أساس أنه ما تعمل شرخ أو تعمل نوع من أنواع الحدية خصوصا الأيام القادمة صعبة فأنها تتطور الأمور ليومين ثلاثة إلى قدام أما بالنسبة للبيت السادس فأنت عندك قدرة على إنجاز كثير من العمال الموكلة لإلك خلال هذا النهار إذا فرغت عكلك لإنجازها فعشان هيك بتهتم بمسائل عملية كثيرة فواتير وحسابات وأمور رياضية إلى علاقة بالجدول أو بالمحاسبية أو بملفات عقود توقيع أشياء من هذا القبيل ممكن تهتم بصحتك أو بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي يعني شوية في نوع من أنواع الضغط على المستوى الشراكي أو المال المشترك أو الأشياء المشتركة ما بينك وبين الشريك مال وعاطفة فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك أنت تتعامل بشكل روتيني ما تخلي الأمور تحتد وتعمل فصل أو عزل ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط عليك بشكل كبير يعني موضوع لالتزامات أو المتطلبات المالية بتضغطك بشكل كبير خلال هذا النهار بتحاول تسعى أو تبحث عن مخرج أو دعم أو باب يساعدك في هذا الموضوع يعني بتحاول تحل مشكلة مالية معينة ممكن تصل لحلها بالتعاون مع أشخاص بتثق فيهم أو من أصدقاء ممكن أنك تتكل عليهم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بالاتصالات الخارجية بدعمك بشكل قوي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام فيهم ممكن تهتم أنت بمسألة لعلاقة بامتحانات أو دراسة أو بحث معين يعني الأمور كلها إيجابية ممكن يصير فيه لك اهتمام بأوراق قانونية أو معاملات قانونية وتنجز إنجازات كبيرة للفترة هاي كلها حافلة في أمور إلها علاقة بهاي الأمور وكلها إيجابية يعني من هون لنهاية الشهر كلها بتدعم نفس النقطة أما بالنسبة للبيت العاشر فيه نوع من أنواع يعني الروتين على مستوى السمعة ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ما فيه شيء بخوف بالعكس العمر مطمئن جدا ولكن حاول أنك أنت ما تتهور وتجازف وتغامر وتخالف القوانين بالفترة هاي لأنه عندك يومين قادمات رح يضغط على بيت السمعة فممكن يسبب لك مشاكل قانونية أو مع رجال القانون أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب يعني شيئا ما إيجابي ما بضغطك بقوة فعشان هيك أنت بتقدر تنجز بعض الأعمال المطلوبة منك ممكن تهتم بتغذيتك وصحتك وأمور إلها علاقة في بعض الأشياء يعني متطلبات نفسية حاول أنك تترك الوساوس والأفكار السوداء تحطها على الجنب عشان تنجز اللي بتقدر عليه خلال هذا النهر ممكن تهتم بصحة صديق أو قريب لا إلك وأو يأرقك وضع صحي لأحد الأشخاص برج الدلو يوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو يرغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته ونهي الرضا المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد الوالدين أهم شيئا ما تنجر وراء التسرع والإنفعال بيحاول أنك تكون هادي القمر بيشكل لك نوع من أنواع التحدي في لحظة معينة بتبدو غاضب أو عدائي أو عدواني زيادة عن اللزوم حاذر من الخلافات يعني قدر الإمكان وممكن تحصل على شيء أو فرصة مهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على مستوى النفسي يعني شيئا ما فيها نوع من أنواع التقلب خلال هذا النهار ولكن بتميل للإيجابية أكثر من السلبية فعشانك يحاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية اللي تطلع من الضغط العصبي الموجود عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على مستوى الوضع المالي هي أكثر إشي بأرقك بالفترة هاي يعني في نوع من أنواع اللي اهتمام بفوتير دفعات مستلزمات متطلبات ممكن يجيك بعض الدعم ولكن مش بالشكل اللي انت بدكية ممكن يجيك وعود لبعض المساعدات ولكن برضو مش بالشكل اللي انت بدكية يعني لسه في نوع من أنواع الضغط أو مشكلة مالية بتأرقك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف اليوم عندك كثير من الاتصالات وخصوصا يعني الترقلات والاتصالات والحركة والنشاط التواصل مع أشخاص البحث عن مساعدة معينة لاهتمام بأجهزة حتى أجهزة اتصالات ومواصلات سيارات عندك نشاط عالي جدا خلال هذا النهار ممكن تحث أبناءك على الدراسة أو أنت تدرس موضوع معين أو تناقش في مسألة معينة وتكون مقنع بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط عليك ما زال وضع البيت عشان هيك بتحس في نوع من أنواع الحدية أو في فجوة ما بينك وبين أفراد العائلة عدم تقارب أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك أنت تكسر القاعدة هاي وتخلي في نوع من أنواع التقارب ما تخلي الغضب والعصبية يعمل فجوة في داخل المنزل حاول في منكو باهتم بصيانة أو تجهيزات أو ترتيبات أو بعض الأعمال المنزلية بس بتكون بشكل ضاغط عليه بالنسبة للسزتات اللي بتشتغل في المطبخ يحاولوا ديروا بالهم من الإصابات اللي ممكن تحدث من خلال العمل المنزلي أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى العاطفي بيضغطك بشكل إيجابي يعني بيخلي في نوع من أنواع الأفكار كيف تتواصل مع الحبيب أو تتصل معاه أو أشياء من هذا القبيل ولكن حاول أنك تخلي في نوع من أنواع التقارب الحذر يعني ما في داعي للتهور خلال الفترة أو تعتمد على الحضود يعني في إيجابي المهم أنه إيجابي بيت العاطفي وبتواصلك مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط على مستوى العمل بتراكم العمل عندك أو ضاغطك مسألة بتتعلق في العمل ممكن يتوترك أو يتراكم العمل عندك في منكم ممكن ينشغل في ملف صحي أو أمور صحية أو أمور إلها علاقة بعلاجات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار صحيح أنه هو واضح على الخارطة الفلكية أنه روتيني ولكن في نوع من أنواع التواصل الإيجابي بتدعم ما بينك وبين الشريك شريك المال وشريك العاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور يعني بتفتح لك أبواب إلها علاقة بالتواصل مع أشخاص الأشخاص هذولا ممكن يدعموك أو يساعدوك في مسألة معينة ممكن أنت تهتم في أمور إلها علاقة بالقروض أو الديون أو السلف في أشياء إلها علاقة بالأوراق القانونية أو الأمور القانونية اللي ممكن تفتح لك باب من المساعدات أو تحصل على شيء يدعم ما وقفك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو مع أجانب أو ممكن تهتم بلغة معينة أو تواصل مع مؤسسة تعليمية أو مؤسسة قانونية أوراق قانونية مثلاً في منكم ممكن يهتم بلغة جديدة أو ثقافة جديدة أو حتى بأفلام معينة إلها الطابع الفلسفي أو الطابع الأكشن بمعنى آخر بس أهم شيء أنه ما تلجأ للعنف اللي عنده امتحان أو دراسة بده يركز بشكل جيد بالفترة أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 بدعم ما بينك وبين علاقاتك أو أصدقائك بالتواصل أو الاتصال أو المساعدة ممكن يبادرهم بمساعدتك أو أنت تبادر بمساعدتهم يعني في أشياء إيجابية بدعم ما بينكم وبين أصدقائكم إما بتتفقدوهم أو بتفقدوك وأما بالنسبة لبيت المتاعب فشوي في نوع من أنواع الضغط السلبي عشان هيك بتحس أنه من لحظة للحظة أنت بحاجة للراحة أو عندك ملل أو حزن أو أشياء من هذا القبيل ما تترك الوساوس أنها تسيطر عليك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتكسر القاعدة هاي ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالتغذية أو شرب الأعشاب أو أشياء من هذا القبيل وممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك برج الحوت طبعا بما أنه القمر راح يدخل للعقرب يعني هذا بيت قوة لا إلك يعني راح يدعمك بقوة خلال هذا النهار عشان هيك اليوم أول الأشياء الممكن أنك أنت تتوقعها أنه يصلك خبر صار من بعيد ممكن تشعر بقوة عاطفي مع أحباكم يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن تفكر في مواضيع العلاقة بالسفر أو بالرحلات ممكن تفرح لإنفراج أو تسوية مهمة بتهتم بهواية جديدة بتكون حيوي وعندك حماسة عالية وعندك قدرة لمتابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع المحيط يعني يوم إيجابي أو يومين إيجابيات جايات على الطريق حاول إنك تستغلهم في كل إشي لمصلحتك بالنسبة للبيت الأول اليوم نفسيتك شيئا ما بتبلش تتحسن معنى مع ساعات الصباح بتلاقي إنك أنت انشحنت بطاقة إيجابية بتحسن من نفسيتك ومن أداءك وبترجع لك ثقتك بنفسك بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثاني بصير فيه نوع من أنواع الإنشغالات على مشتريات أمور مالية ضغوط فوترة أشياء من هذا القبيل بتسعى لعمل إضافي بتسعى لتحسين الوضع المالي تاعك فيه أفكار كلها بتدور على هذا الموضوع بدك تحاول تطلع من حاجز الروتين قدر الإمكان بالفترة هاي فعشان هيك أفكارك كلها بتنصب على هذا الموضوع حاول إنه بس ما تضغط حالك بأمور المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك شوي على مستوى التواصل فعشان هيك عندك قدرة للتواصل مع أشخاص وإقناعهم بوجهة نظرك أو التسويق لأشيء معين حاول قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان أو دراسي خلال هذا النهار إنك تركز بشكل جيد بدون اندفاع وبدون تهور وما تعتمد على الحضوظ بشكل كبير ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أخ أو جار وممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي على مسألة معينة بتكثر عندك الحركة والنشاط خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت بس بحذر أنا الستات اللي بيشتغلوا في البيوت ديروا بالكم من الإصابات يعني ركزوا أنتم بتشتغلوا في الأعمال المنزلية من إصابات ممكن تتعرضوا لا إلها في منكم ممكن يصير عنده أعطاء المنزلية يهتم فيها أو يهتم في أمور العلاقة بالمشتريات أو التسوق أو نواقص للبيت أو أشياء لها علاقة بخلاف معين داخلي بين أفراد العائلة بتحاول أنك أنت تساوي أو تعمل مصالحة أو تقارب أما بالنسبة للبيت الخامس فشوي يعني ما بدأ أقول لك إيجابي كثير لأنه فيه نوع من أنواع الحدية ما بينك وبين الحبيب فيه خلاف موجود فيه تحسس بطويعة العلاقة ما بينك وبينه محتد من تقصيره من إهماله من عدم شعوره بوضعك بتحاول أنك أنت تحكي أنت بواد وهو بواد بالفترة هاي فحاول قدر الإمكان أنك ما تكبر الفجوة ما بينك وبينه حاول أنك تخلي فيه نقطة تلاقي ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل برضو ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط إما تقصير منك أو يعني نوع من أنواع أنك بتحاول تبعد قدر الإمكان عن أجواء العمل عشان هيك العمل ممكن يتراكم عندك وممكن يصير فيه نوع من أنواع المسائلات عليه حاول تهتم بعملك وحاول تهتم برضو بوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد يعني بدعمك بشكل إيجابي خلال هذا النهار بالتلاقي ما بينك وبين شريك المال أو شريك العاطفة ممكن تجدوا بعض الحلول أو أشياء اللي بتقارب ما بينك ممكن يصير فيه حلة مسألة معينة أو الاتفاقية على توزيع المهام أهم إشي أنك تكون عقلاني وتستغل الفرص فيه أثناء نقاش وتثبت وجهة نظرك أما بالنسبة لبيتك الثامن فيعني ممكن شوي يخلي لك نوع من أنواع الاهتمام بفوترة، بديون، متراكمة، التزامات أشياء من هذا القبيل هذا اللي بتأرقك ممكن تسعى لمسعى أنك تتعاون مع أشخاص معينين أو مع أصدقاء معينين لطلب الدعم أو المساعدة أو الانفراجات المالية ممكن يشوروا عليك بالتوجه وممكن أنك تصل لهذا المجال في منك رح يهتم بأشياء قانونية أو جهات قانونية لتحصيل دعم معين أو مساعدة أو أموال مستردة أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات يعني إيجابي تقريبا رح يكون خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة يعني بيقول لك دير بالك من المجازفات أو المخالفات القانونية أو أنك تدخل أنت بمواجهة مع أشخاص أو مخالفات يعني ما في داعي للمخالفات القانونية أو أي شيء بشوه سمعتك بمعنى آخر يعني دير بالك من أي شيء بشوه سمعتك وحاول قدر الإمكان أنك تكون حذر ما تسمح لحدا أنه يدخل في حياتك أما بالنسبة لبيتك 11 يعني ممكن شوي تتهرب من بعض الأصدقاء أو تواصل مع بعض الأصدقاء خلال هذا النهار أو يصلك خبر بتعلق بصديق شوي يكون صعب عليك أنك تتلقاه أو يفاجأك أنه معقول هذا الصديق يتعامل معي هيك أو يحكي هيك أو يستغيبك أو أنه يفشي سرك هذا الإشي ممكن يأرقك برضو ويعمل عندك نوع من أنواع الحدية في الطبع أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني عشان هيك بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار وممكن تهتم بإنجاز أعمال ضرورية فقط لا غير وممكن بعضك يهتم بنوع من أنواع التغذية أو العشاب أو الفيتامينات أو المكملات ولكن في المقابل ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين أو يصلك خبر يزعجك وبين قوسين احذر الوساوس والأفكار السودة في الفترة هاي بتكثر الأفكار السودة والوساوس فعشان هيك ما تتوسوس كثير وما تتشاءم كثير الأمور بتمشي إن شاء الله تعالى هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء